استكمالا للعمل الأمني الذي قدمه رجال اللواء الثامن والعشرين التابع للفرقة السابعة قيادة عملية الجزيرة في تحرير مناطق غربي الأنبار هاهم اليوم يستكملون جهودهم في تأمين قضاء راوى وعانى وبعض المساعات الجغرافية الصحراوية التي تقع ضمن قاطعي مسؤولية اللواء طبعا الحمد لله رب العالمين انه بعد انتهاء عملية تحرير مناطق غربي الأنبار اللي يتمثل بلواء الثمانة وعشرين قيادة فرقة المشاعة السابعة قيادة عملية الجزيرة هسه حاليا بعد عملية تحرير وانهاء المدينة من دنس داعش هسه حاليا اكثر توجهاتنا على القاطع الخدمي للمواطنين فالحمد لله المدينة مؤمنة مؤمنة كاملة مسيطرة عليها سيطرة ومحافظة عليها امنيا فهسه اكثر توجهاتنا على لاحية الخدمية هناك مؤتمرات تعقد اسبوعيا وهي مجلس المحلي لكل قضاء مؤتمرات دورية تشمل اكثر الحديث عنها هي على الخدمات اللي داخل المدينة ايضا من ناجب الصحي الجانب الخدمي الكهرباء احنا نوجه رسالة لكل من اهنة بعانة اللي خارج القضاء اللي مثلا ببغداد اللي باربي اللي بيستيمانية اللي بي تركيا ان يعودوا باسرع وقت الحمد لله والشكر هسه احنا صارنا سنة على تحرير القضاء من وغسلة من دنس داعش رجعت الامور طبيعية الماشاء الله الكهرباء جيدة جدا عدنا الماء الخدمات الاخرى احنا عدنا مؤتمرات دورية يعقدها في كل قضاء سيد امر لواء وسيد امر فوج ومع الحكومة المحلية لتدليل العقبات امام تقديم الخدمات للمواطنين واكد امر لواء الثامن والعشرين ان جهود الجيش لا تقتصر على حفظ الامن وانما نتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتقديم الخدمات التي يحتاجها المواطن في قضاء راوة وعانا وتذيل العقبات لاستكمال البنى التحتية للمناطق التي تضرت جراء الاعمال الارهابية فضل ضباط ومراتب اللواء الثمانية وعشرين فوج الاول عادت الحياة في مدينة راوة بعد تحريرها والحمد لله حانيا اكو العوائل ترجع باستمرار والحياة طبيعية مثل ما شاهدتم كانت عندنا جولة الميدانية في داخل القضاء هذا كله يعود بفضل منتسبين ضباطنا ومراتب والله العلاقة جيدة جدا بين القوات الامنية وافراد القضاء كل يتوم والحمد لله والشكر يعني متعاونين ويا الجيش ويا الشرطة من اول اسبوع التحرير المواطنين كانوا متعاونين جدا مع القوات الامنية والفضل يعود لقياد قوات عميد جزيرة والبادية ومن سيد القائد نزولا الى اخر جندي متعاونين بشكل غير طبيعي مع القوات الامنية فيما اشاد الاهالي بدور الجيش في تأمين مناطقهم ومسك الشريط الحدودي مع سوريا والذي انعكس ايجابا على امن المدن ومنع الارهاب من التسلل الى داخل الاراضي العراقية داعين ما تبقى من النازحين للعودة الى قضائي راوة وعانة من غرب الانبار لاعلام وزارة الدفاع ايوب الصافي